انا شافت بقى احنا في الابكس انا مبسوط من القهوة دي يا استاذ سيد يا واشا ده القهوة اللي مبسوطة بيك انك بتشربها احب من الموقعي ده اقولك انه دي اول كوباية قهوة شربها في حياتي ودي حاجة من الحاجات الغريبة اللي الناس هتستغرب منها يعني ديفولوبر ومبسوطش قهوة دي صعبة جدا this is a first for us السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست حلقة النهاردة هي مميزة جدا لان يعني بصراحة احنا بنعمل الحلقة دي مع واحد من اذوق الناس اللي قابلتهم في حياتي واكثرهم حرصا على المساعدة وتعليم الناس وبدون مقابل النهاردة معانا اشهر واحد ممكن تتعلم منه اي حاجة ليه علاقة بالويب حاجة كتير جدا يمكن انا مقصر في سردها ولكن اقوى واشهر قناة في العالم العربي بتعلم البرمجة النهاردة معانا المهندس اسامة الزيرو اهلا بيك باش مهندس اهلا حسنا انوارنا والله كلام كبير قوي ده بصراحة والله لا يعطيك قدرك والله جزاك الله خير انت مقامك عالي وكلام ده كتير علي بس اه ماشي اخطوالك ان انا قلت اذوق الناس والله لان راجل زوق جدا يعني باعرفش عالي علي في اياحك انا هصدقك عموما يعني الله يخليك هندس طيب خلينا نبدأ البودكاست حابين نعرف الناس مين هو المهندس اسامة الزيرو بعد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اه انا اسمي اسامة محمد خريك خدمة اجتماعية اه بعيدا طبعا دراستي بعيدة تماما عن مجال الكمبيوتر والبرمجة والحاجات دي كلها ده يعتبر شغفية والمجال اللي انا بحبه بعيدة عن الدراسة طبعا اه عندي كونات الزيرو بسكول حاجة كده بسيطة وحاولة ساعات بيها الناس اه حاليا انا مش شغال يعني اه اخر شغلية كان في وزارة العدل في السعودية وتقريبا نزلت مصر من حوالي سنة وقاعد يعني شغال في ري لانسر دلوقتي اهلا بيك يا باشوانس متهيالي حاجة حاجة مفاجأة ان انت خريك خدمة اجتماعية مش خريك حاجة لعلاقة اصلا بالبروغراميج او بالكمبيوتر ساينس ومش مفاجأة كبيرة لانه الناس كتير جدا كده واحسن مني بكتير جدا وفيه كمان اللي ما دخلش مدارس كمان كمان ومش في مصر بس وبره مصر كمان وفي الهند وفي اوروبا ونفس الكيس دي موجودة في كل حد ما شاء الله طيب انت ازاي عرفت بقى ان الويب ديفلوبمنت او البرمجة او عالم الكمبيوتر ساينس عامتا هي الحاجة اللي انت بتحبها تمام موضوع الشغف ده يعني بيكون رزق من ربنا ان انت تعرف شغفك بدري فيه ناس ممكن تقعد سنين وما يعرفش شغفه فين عمال يجرب في اماكن بعيدة عن المكان اللي ربنا كتبهوله ومميز فيه وفيه ناس ربنا بيرزقها بالموضوع ده بسرعة يدخل مجال يكتشف انه هو بيحبه وانه ده شغفه وانه لقى نفسه فيه وبيبدع فيه ودخله دخل كويس جدا فبيكمل بالنسبة لي اما كان الموضوع وسط ولا كان بسرعة جدا ولا عدت فيه كتير جربت كذا مجال دخلت فيهم وتخبطت طبعا كتير واستخدمت الكمبيوتر غلط كتير لحد ما جي الوقت اللي لقيت فيه الحاجة اللي بحبها واكتشفت ان الموضوع البرمجة عموما ده حياتي عاملت زي الهويات بتاعتي يعني كل هواية بتضيعلي يعني بتمتعني وتديني الوقت جميل لقيت البرمجة زيها زي الهويات دي بالزبط هي حاجة انت مش معتبرها كأنها شغل بقى خلص حبدري حاجات زي كده يعني ممكن اخلص ممكن اخلص الشغل وعشان احاود استمتع بقى اقعد اكتب كود فهي دي المتعة الشغل اللي هي الحاجة المفروضة عليك والمتعة ليه حاجة انت بتعملها لنفسك بالزبط ده ماشاء الله ممتاز يعني مش شرطة ابدا توصل للمرحلة دي بس بس ما توصلش العكسة. مم. اني اكون بكتب كود وانا مداي وعايزة يعني عايزة اخلص واروح اعمل حاجة تانية. مم. فالشغف محتاج منك كم تجربة كده. محتاج منك كم تجربة. انت عرفت امتى بقى يعني سنك كم كده اني ده. هو اه هو انا من بداية حياتي من من قبل خمسة وتسعين يمكن وكنت بشتغل عالدس وعجبني فكرة كتابة الاوامر. عجبني فكرة البعدة عن الجي او اي عموما. الجي او اي اللي بتعملها والكليكات والكلام ده. اه اي اي جرافيكال يوزر عموما. كان كان ده بيسموه دايما ان الجزء الكومند لاين ده بيسموه ده ده الهاكر يوزر. اللي بتعال مع كومندس بس وشاشة دايما ده مفيش جرافيكال يوزر. عجبني العالم ده. مفيش برمجة دلوقتي ولا اي حاجة. بس عالم الكومند ونتي تكتب كود وتفتح برنامج بكومند. تفتح اللعبة عايز تلعبها بكومند. حس انك ساحر. بتحس بالاحتراف على فكرة انا بدأت مؤخرنا نتعلم الكومند لاين في لينكس وفي ويندوز. بصراحة بشعور. جدا. اه انا انا ما كنتش عارفه قبل كده. شعور رائع. جدا. بتحس ان انت مالك الالة دي. انت قادر ستحكم فيها. لا هو مش بس احساس. هو دي الحقيقة. اه. في حاجات انت عشان تعملها بالكومند لاين بتعملها بوان ستب. مم. في حاجات عشان تعملها بالماوس فيها كزا ستب. صحيح. يعني فيه فولدر انا عشان اوصل له. يعني ديب لي في الكمبيوتر ممكن بوان كومند اوصل له. مم. بالماوس لازم تمر على. حالا تكتك خمستاشر تكتكى علشان اه. لازم الكامل لحد ما توصل لاخر مكان فيه. دي حاجات هايفة يعني فيه اكتر من كده. صحيح. في حاجات بتتعامل مع السستم ديركت. مم. عشان اعملها بالماوس بتروح للاعدادات واعدادات الجروب والبوليسي وكل ده وتمشي عشان تمشي تعمل اللي انت عايزه. في الموضوع مش بس احساس هو فعلا كده. طيب اه انا دلوقتي يعني اه من خلال معرفتي يعني بعلم الانترنت والحاجات دي وبحب اتعلم فدايما بشجع الناس انها تبدأ تتعلم حتى ولو الاساسيات بتاع البرمجة لانها مفيدة في حياتك حتى لو ما استخدمهاش كشغل يعني هتفيدك في ترتيب منطقي لحل اي مشكلة بتقابلك يعني الناس ما تعرفوش ان البشمونس اسامة وهو جاي يعني ونزل في مكان ما فيهوش عربيات فاتصرف يعني اللي هو عزة فيش تاكاتك بتيجي لحد هنا فسبحان الله في هي مارة حتى بتنميها عندك تعلم البرمجة. السؤال المهم ازاي تعلم برمجة. طيب هو انا هجاب بس على الجزء الاولاني قبل ما وضع البرمجة لان ده السؤال يعني السؤال شامل جدا يعني فيه كلام كتير. هو هو فيه كمصطلح عن في حياتك وفي تخص البرمجة. في مهارات في البرمجة ملهاش علاقة بالبرمجة تحديدا. بس مهارات لو موجودة عندك هتفيدك في حل المشكلات. ازاي مسلا يعني عندك بتفكر بطريقة منطقية. دي ملهاش علاقة بالبرمجة بس لكن هي مفيدة في البرمجة. انت هتجي لك مشكلة زي تحط الستيبس عشان تحلها وتفكر ازاي بالمنطق وتعمل حاجة بأقصر الطرق. اظن لو انت ما عندكش المهارة ديت البرمجة ممكن تزرع عندك المهارة دي. ممكن. صحيح. وفي لغات بالسيناريو بتاعها وانت بتعلمها بيتطور عندك الفكرة دي. حل المشكلات بيتطور عندك الفكرة دي. المشكلة لما تيجي تحلها اكتر من مرة بتبدأ تتعلم من الحلول دي ازاي تنظم تفكيرك. يعني حلتها هنا بخمس خطوات. بعدين شوية طب ليه انا عملت الخطوة دي. يعني كان ممكن اختصر الخطوة تندر بخطوة. هنا انت بتطور فدي مهارة هتنفعك في حياتك اصلا فعلا. صح. هتعرفك ازاي لما تواجه مشكلة ازاي تفكر فيها بالمنطقة وتحلها. دي خطوات التفكير العلمي. قبل ما تجاوب لنا على السؤال. يعني انا يجي في دماغي حالان سؤال اهم يعني. وانت ازاي تعلمت برمجة. طيب. اه من الحاجات اللي قابلت ناس اه احباطت ناس اما يقول بص ده ده من خمسة وتسعين. لا. ده غلط. انا بدأت غلط. وتعلمت حاجات بعد فترة. وفي حاجات اتخبطت فيها. وفي مجالات دخلتها ضيعت فيها وقت. كل ده لازم تشيله من حزبة. طيب انا ما كانش عندي مينتور مساني سعيدني يقول لنا ماشي صح ولا لأ او انا الوقت بستغيله صح ولا لأ. دلوقتي انت في زمن معاك المنتورشيب متاحة. معاك ناس تقيلة. معاك معاك كل حاجة ممكن تقتصر لك كل السنين اللي انا ضيعتها دي. صح. فتخليك في سنة او سنتين تبقى يعني محترم جدا في مجالك. وتزود عليهم سنة سنتين تاني تبقى سينيور جامد في المجال بتاعك. يعني تعلم البرمجة دلوقتي اسهل بكتير من زمان. جدا. فوق ما تتخيل. دلوقتي كميت الريسورسس ما لهاش عدد. لو دخلت على اليوتيوب وكتبت ان انا عايز اتعلم الاجوريزم والديتا ستركشور والديزاين باترن هتلاقي كورسات مش هتعرف تعدها. لكن تخيل معايا في عصر من العصور انت عندكش ريسورس تتعلم منها. انت على ايامك كنت بتتعلمه ازاي? هو ما كانش فيه حاجة. كان مواضيع في منتديات وحاجات بسيطة جدا. لو في مركز تريب يعلم برنامج جرافيك. تعال ادور على مركز يديلك تعليم للغة مثلا بايسون. او اي اللغات دي ما كانش مثلا ظهرت. لأ عايز مركز يعلمني سي بلاس بلاس. مفيش مركز زي ده. في مركز يعلمك فوتوشوب. كان مشهور جدا في المركز دي. لكن طب انا عايز اتعلم. طب يوديمي. طب مكال. حاجات معدودة. كانت المصادر عندكم صعبة جدا انك تدعيها. كانش فيه انترنت عشان فيه مصادر اصلا يعني. يعني انترنت كان بيتصل بسيرفر في روسيا عشان يكنكت عليه قبل والموضوع كان صعب. اما الكلام في التسعينات دلوقتي. اه في التسعينات بقى يعني بعد الكلام ده وفي الالفية وبدأت بقى تزهر لغات برمجة وبدأت العملية تبقى سهلة شوية. مم. بدأت بقى المقالات تكتر بس برضو الريسورس كانت قليلة. مم. مش زي دلوقتي. دلوقتي فيه نفتاح وكمية كورسات ملاش عدد. مم. يعني الفرصة دلوقتي اسهل بكتير جدا. جدا. جدا ومش بس كان مضوع بقى فيه كومبيتيشن فضيعة. مم. واحد شرح النهاردة اسامة شرح كورس ففيه واحد شاف الاخطاء فيه وشاف انه مثلا فيه حتة ممكن يختصرها. فيه سلبيات الناس قالتها يامسك ده كله يعالجه ويعمل كورس بعده. فيه تطوير دايم في الكورسات حتى. اه. فهتلاقي هتلاقي فيه منافسة شريفة. مش هولك منافسة فيها مشكلة. منافسة شريفة تخليك كل الازواء اللي في العالم مرضية. صحيح. الانسان بيتكلم مثلا لهجة مثلا واحد بيتكلم لهجة خليجي وانت مش فاهمها عندك عربي. العكس المصري يعني. واحد عايز لهجة خليجي مش عايز مصري برضو موجود في الخليج. كله متاح. واحد سريع عايز واحد بطيء موجود. ممتاز. كل حاجة متاحة. زوءك مهما كان شاز هتلاقي واحد بيشرح بطريقة عجبك. ممتاز. فخلاص. مش محتاج حاجة. مش محتاج غير ان انت تبدأ. هل انت الحد ذلوقتي لسه بتتعلم? ولا زهقت? طبعا. والحد ما موت هتعلم. وانت يعني ربنا يتقول في عمرك. وانت قاعد على السرير وممكن تموت بعد فترة هتعرف معلومات جديدة. اللحظة دي. هتفضل تتعلم وكل يوم هتفضل تتعلم. فترة تكتشف ان انت لسه متعلمتش حاجة. كل ما تبقى قوي كل ما تكتشف اكتر ان انت لسه. لسه في حاجات متعلمتهاش. طب انت بتعلم من ين? على حسب يعني على حسب اللغة او المادة اللي انا مسلا بادور عيها. اه حاليا الوقت ضيق على الفيديوهات. مع يعني المفضلة مليانة فيديوهات. مش عارف اشوفها انت. مم. فاسرح حاجة لها دلوقتي المقالات. الدكومنتيشن. الدكومنتيشن المقالات. الحقيقة الدكومنتيشن اه انا باعترف بيها مية في المية وحاجة جميلة جدا. فيش كلام عليها. بس هي مش اقوى حاجة تتعلم من. مم. الدكومنتيشن حاجة موسكة عشان تفهمك الحاجة المادة دي والفريمورك الكلام ده بيعمل ليه? طب ايه افضل طريقة عقلتك? الافضل منها هو الشخص بيكتبه بطريقته ويوصل لك الحاجة بمثال من الحياة العملية. مم. بمثال يخاطب العقل. مم. بحاجة تخليك تفهم الحاجة. مم. بعكسا ما يكون شخص موسك الحاجة بس مجرد توصيق. ويقول لك دي بتعمل كزا ودي بتعمل كزا ودي بتعمل كزا. خلص الموضوع. عارف تعمل بها ايه? بس. هل اه انت تقدر تعمل مشروع كامل لوحدك? طبعا. اه. انا قدر اشيل الستاك كله من السفر. من اول اول بتاع المشروع. لحد دراسة البزنس. لحد الكودينج. لحد التعامل مع الديتابيس. لحد كل من المشروع. كم كلمة كده انا ما فيه امتهاش واكد الناس اللي بتتفرج ما فيه مهاش. طيب. يعني ايه ستاك ويعني ايه فول ستاك ويعني ايه. كل كل مهنة بتتعامل معها ليها اه ستاك. اللي هو مجموعة التكنولوجي الخاصة بالمهنة دي. الفرونت اند ليه ستاك معين فيه شوية تكنولوجي تخص الفرونت اند. المجال ده. الباك اند ليه برضو الاستاك بتاعه وبي اختلف كمان. فيه اكتر من ستاك. فيه ستاك بيعتمد على النوت جي اس مسلا. فيه ستاك خاص بلغة بي اتش بي والمي اس كي ويلو كده. ويه الفرق ما بين فرونت اند وباك اند اصلا. الفرونت اند هو شخص المسؤول بالعمية كده عن الوجهة الامامية. او الجزء الامامي اليوزر اللي بيشوفه اليوزر. والبيانات اللي فيها. واللي بيهيق لك. يعني مسلا لو فيه ويبسايت انا بسجل فيه او حاجة زي كده. فالبيانات اللي انا بسجلها دي بتروح لداتا بيس في هو اللي بيتعامل معها على هذا المنطلق. بالضبط. الباك انت قدر تقول عليه كده. الحاجة اللي هو الناس ما بتشوفهاش. اللي هو ايه المطور اللي مشغل الدنيا دي كلها. يعني لو لو الموضوع عبارة عن عربية. فالفرونت انت هو لون العربية. الا زاس فامي. لأ لا الكلام ده. هو المطور بتاع العربية هو اللي بيشغل الدنيا دي. المطور وال والسيرفيس والكمبيوتر بتاع العربية. الحاجات اللي الشخص ما بيشوفهاش. عزيم. الاتنين بيكملوا بعض. طبعا. الطيب. الفول إستاك. اه الفول إستاك. الشخص اللي بياخد دي كلها. فهو بيسموه فول إستاك. يعني فاهم وفاهم باك إنت. بالزبط. العربية. الدنيا كلها يعني. رجل بالزبط. طيب اه هو في سؤال بيقول انت استغرقت اه انت استغرقت وقت قد ايه في التعلم ولكن انا حاس ان ده السؤال منقص لان ما هو انت ما بتوصلش المرحلة معينة وتقول انا تعلمت انت مستمر في التعلم ولكن ممكن نصيغه انت اخدت وقت قد ايه لحد ما بقيت قادر ان ك تاخد مشروع وتننجزه وتاخد اه قصاده مقابل. هو هو السؤال ده من الاسئلة الشائكة جدا يعني. اللي ممكن تسبب مشاكل للناس. ان انا احط لنفسي وقت اتعلم فيه. ان انت يعني ده ده كويس. انا حاطت لنفسي سنة اني اتعلم تكنولوجي معين. طيب ده كلام جميل مفقوش مشكلة بس انت متخيلتش ان ممكن السنة دي تعدي ما تتعلمش يجيلك احباط يكون التكنولوج دي محتاجة اكتر من السنة فعلا والعيب مش فيك. طيب انت ضامن ان انت هتشتغل كويس وتزاكر بما يرد الله وتعمل عليك ما تحطش وقت. بالزبط. ليه ليه ايه ليه الزم نفسي بوقت وانا بعمل العلية. انت الصح تعمل عليك وما تقصاش وتذاكر صح وتدي الحاجة حقها وسيبك من الوقت. افرت خلصت في سنة وشهر. دي مشكلة الناس بتحبط انا عدى سنة وما عملتش اللي انا عايزة. طب ليه? مين ربطك بالسنة دي? يعني ما فيش معادلة صريحة كل واحد بيبقى ليه التجربة بتاعته. طبعا. حسب اجتهاده في واحد ممكن يخلص الموضوع في ستة شهور لانه. طبعا. بيقعد اربع ساعات انت تخلصه سنة انك بتقعد ساعتين. بالزبط الجسمة بقى المعايير بتاعت المعايير اللي بينك في فروق بينك وبينه. في معايير بتقيس الكلام ده. انت بتذكر كم ساعة. انا فيش ستاندرد الفكرة انا هخلص الموضوع ده فالدائي. مرتبط بمعايير. ام. انت قلتلي هخلص المجال في سنة. طب انت ممكن بتذكر تمنتاشر ساعة في اليوم وتنام بقى ايه الاربعة عشرين ساعة. فانت واخد الموضوع في احتوراد ما كده. مم. وانا بذكر تلات ساعات. طب ازاي السنة بتاعتي والسنة بتاعتي. ماينفعش مفيش مجال. قدرة استيعابك. هل هي زي? لا. حبك للمجال وحلمك اللي عايز توصل له بسرعة. هل هو زي? مم. يبقى انت متحطش. تجربة شخصية. بالزبط. ممتاز. ومختلفة. ماينفعش تتقاس على كل الناس. بتشتغل كم ساعة في اليوم? اه في الوقت الطبيعي ولا? ايام الاستيبال مش بشتغل. عشان هو استيبال. في الوقت الطبيعي يعني اه يعني ممكن نقول الشغل الفعليه ودخل في الشغل ده مذكرة وتطوير لنفسي والكلام ده كله ممكن يوصل تمن ساعات مثلا. تمن ساعات في اليوم يعني يوم عمل كامل. ده شامل شغل وشامل تعليم وتطوير لنفسك وكراكت مقارات الحاجات اللي هي الخاصة بالجانب التقني. اوكي. يعني طلعت منها بقى فكرة ان انا تابع الاخبار وتابع اللي بيحصل في العالم ده فدي طلعتها من الموضوعين. طيب. اه سؤال خاص اه او سؤال مهم جدا جدا باللغة الانجليزية. طيب. هل اللغة مهمة? وهل من غيرها مش اقدر اتقدم في المجال التكنولوجي يعني هل اعتمادي بس على النصادر اللي باللغة العربية هيكون كافي ان انا اتعلم اه البرمجة بشكل كويس? ده ده لعبتك دي بس. لا يا باشا والله اش لعبتنا ولا حاجة بس يعني بناء على تجربتك يعني. طيب هو خلينا نتكلم بصراحة وان شاء الله ما حدش يزعل من الموضوع دي. اه كتير جدا كنت باسمع حد يرد على واحد يقوله ما تتعلمش من مصادر عربية. كان بيقول الجملة دي ما فيهاش حقد ولا حاجة. هو من من اللي شافه في حياته ان فيه قنوات بتاخد كورسات اجنبية تقلدها. بتبوز المحتوى. ما بتعملش حاجة كويسة. فشالت في سكتها ناس بتتعب. اه الصح ما تاخدش الموضوع بانه عربي وانجليزي. تبتاخد موضوع بانه انت استفدت من الكورس تمام. بغض النظر عن هو عربي او انجليزي. استفدت من الشخص تمام جدا دي حاجة كويسة. مفيش حاجة اسمها عربي وانجليزي. طيب المصادر الانجليزية طبيعي جدا تكون اكتر مننا. لو حسبنا ان احنا عندنا عشر اشخاص بيشرحوا في مجال الويد مثلا من الناس المشهور الموجودين على الساحة. هتلاقي قدامهم الف شخص في البلاد الاوروبية بيشرح. طبيعي مصادرهم مضعفة. يعني امثال كتير من الكنوات بتاعتنا. صحيح. اللغة مهمة جدا. دي مفهاش كلام. مهمة جدا جدا جدا. في حاجات مجالد معرفتك بمعنى الكلمة. مش هقول لك انت درست يعني دبلومة في اللغة الانجليزية كاملة. معنى الكلمة بس. تخيل ان انا عندي فانكشن اسمها string replace. لو انا عرفت معنى الكلمة دي بالانجليزي. مش الفانكشن كده شرح نفسها. وعرفتها في استخدامها. خلاص. بتعمل replace للstring. فاضل ان انا اشوف بتاعت الفانكشن. تكتب ازاي وبتقبل ايه? وهتعلمه. طب لو انا مش عارف المعنى بالانجليزي. انا عمري ما هفهم الفانكشن دي بتعمليه. وهو هدقرة بقى. والقراية في الدكومنتيشن انجليزي برضو. انت هتروحش هتروح فيها في اي حد. فهتروح فين? يعني. فساعتها لازم تتعلم اللغة. صح. فما حد بيسألني عن تعليم البرمجة عموما ان انجليزي انا بحاول كمان اخلي الانجليزي اكتر. ساعة برمجة وساعة انجليزي. ولو خلتها ساعة وربعة كمان انجليزي تبقى حال. اه يعني هو اه كلام لا غبار عليه. بصراحة يعني ولخصت الموضوع بشكل كبير جدا. لان اه هو كده كده هتقابلك الانجليزي. طبعا. مش شرط انك تكون مش شرط انك تكون اه يعني محترف الانجليزي الانجليزي في نهاية المطاف هي اداء انت بتستخدمها علشان تقد بها وظيفة معينة. سواء كقراءة او كتابة او كتابة كود او تواصل مع الناس. مش لازم تبريفكتت اوي. بس لازم يكون عندك قدر اه مقبول من اللغة علشان على الاقل تفهم. يعني معظم المشاكل اللي هتقابلك في البرمجة هتخش على ستاك اوفرفلو ولا على جيت هاب ولا على المنتديات. كل الاجابات بالانجليزي. مزبوط. فيديوهات اللغة الانجليزية اه فيديوهات اللي بتحللك المشكلة دي على يوتيوب بالانجليزي. مزبوط. عندنا 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 فقر او عندنا شح في المحتوى التقني والخاص بحل المشاكل والكلام ده كله. صحيح. فالمحتوى اللي موجود بس بالانجليزي. فلابد ان انت يكون عندك لغة انجليزية مقبولة. طبعا لا مفرد. بتبقى مفهوم. بالزبط صحيح. هي الفكرة مع الناس في في النوع ايه يعني ايه كام الكمية او النسبة اللي انت محتاجها من احتراف اللغة. بالزبط. لو انا بقرأ دوكيومنتيشن مش لازم اكون عالم في اللغة. لا. مش لازم اكون فاهم الجرامور مفهومية. لا. يعني لو انا معايا كاموس الياس حافظ منه كم كلمة لقيتهم في الدوكيومنتيشن في امتهى it's done. هو ده اللي انا عايزه. لكن لما انا في امتحان طيفل مثلا وراح امتحن بكم كلمة حافظهم هنا في مشكلة. مش مشكلة بزبط. فانت محتاج ايه من الانجليزي? بزبط. هل انت عالم لغة او واحد شغلتك لازم تكون في الكلام? اه. اتعلم مية في مية. وتجيب معجم اللونجمان وتشوف النطق الكلام بييجي ازاي? دي شغلتك. صحيح. لك انا اصلا في واحد انجليزي باعيك لرسالة فهروح اعيش حياتي كلها اتعلم انجليزي عشان اقرأ الرسالة دي. طب لو انا عيشت الحياة دي كلها بتعلم برمجة مش كان افضل ليا. وخدت الشوية بتوع الانجليزي اللي هينفعوني في مجالي كده افضل ولا كده افضل? يعني خذ ما ينفعك. بالزبط. لانه انا مش عايز يعني انا انا بكتب في كود في اي فيديو. فساعات بكتب كلام كده هابا الانجليزي في النص. فبكتشف انه بتاعه فبضطر بسبب نوعية من الناس. قولي يا جماعة ما حدش يركز في الجرامر. ده فيديو برمجة. فانا حدش يركز في الجرامر. مش موضوعنا يا الجالة يعني ايه? اه. يعني طالع يا شباب كبرتوا الموضوع. بعد اللي انا بقوله ده تلاقي واحد كاتب الجرامر غلط مفروطة وكذا. معلش. معلش. ده زاك الله كل الخير. عمديش مش كان. معلش. درجة للبرمجة. هل الشخص يتعلم البرمجة علشان حاجة بيحبها ولا عشان المقابل المادة بتاعها كويس? طيب هو مفيش حاجة اسمها المقابل المادة كويس. هو اي شغل في الدنيا هتبدع فيه. هتلاقي المقابل المادة بتاعها كويس. لو انت بتضعت في المجال. ممتاز. طيب هل انا بشتغل عشان حاجة غير الفلوس? لأ. مش نضحك على بعض احنا شغالين عشان نجيب فلوس تتحسن من مستوينا المادة ونعيش. حقيق. لكن الفلوس لو حطتها في المقام الاول مش هتعديه. هي يعني هي هي وجهة نظر آآ ممكن تكون صعبة على ناس كتير بس ده بالزبط اللي احنا بنحاول نقوله. لأ انا ما قلتش مش عايز فلوس. ايوة. انا عايز فلوس. بس هي مش في المقام الاول. المقام الاول اني اوصل ابقى جامد. ولما ابقى جامد هاخد الفلوس انا عايزة. ممتاز. واكتر من الاول. لو انت بقيت جامد واديت للعلم اكتر ما انت بتفكر تدي للفلوس في الاول. الفلوس هتجري وراك. لان انت بقيت جامد. بقيت عالم في مجالك. يعني ده ده بيجاوب على السؤال اللي كنا نسأله على كده لو انت بدأت عشان بتحب البرامج والعشان الفلوس. نفس القصة. لكن انت بتشتغل عشان فلوس طبعا بشتغل عشان فلوس. مش بشتغل عشان بحب هوايا ومعايا فلوس في البنك وابويا غني وعندنا اراضي. انا عايز اجيب فلوس. اه. بس خليها تاني حاجة. اه. خلي تركيزك الفول فوكس على ان انت تبقى جامد. برافو ممتاز. بعد كده هتجي لك الفلوس برضو ما انت لو بقيت جامد هتجي لك الفلوس. دي مفعاش كلام. طيب. اه انت ايه اللي خلاك تختار اه بعيدا عن كل انواع البرمجة. هو انا مخترتوش هو هو فيه بس فوكس عليه دلوقتي. لكن انا انا عموما يعني انا شغلي في البرمجة بصفة عامة. يعني لو حبيت اعمل ديسك توب ابليكيشن او ادخل في الموباليتي والحاجات دي اقدر عادي دلوقتي. ممتاز. لكن في 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 مصار انا محتاج اكمله. مم. فالفوكس كله دلوقتي على والمصار طويل صراحة وهياخد وقت. لسه بادري اوى عشان اخلصه وابدأ اشوف انه محتاج ايه تاني. كم سنة بشموندس? اه تمانية وتلاتين. ما شاء الله. يعني الواحد بصراحة بيخجل والله العظيم. لما بيستشف الشعلة بتاع الحرص على التعلم ولا لا ماشي في مصار طويل. يعني في ناس مثلا بعد يعني على بداية الاربعين كنت لك بقى انا بص بقى ايه انا ستل بقى اعب بقى كده واستريح وايه واستمتع بالحياة وما ليش دعوة وخلاص. لكن ان شاء الله الحرص دايما على التعلم هو اللي بيخلي الواحد دايما قدام. صحيح. اولا انا اشتغلت من سنة صغيرة جدا. يعني ممكن تلاتة واشر او اتناشر سنة. في سؤالة سألته من واحد من قسلتي على موضوع الستل دا. يعني هو انت مش هتقعد بقى خلاصة? اقول لا مش عاعد. عاعد نشتغل لحد ما يحصل لي حاجة اتقعدني غزبن عني او يعني اه. يعني يمكن عشان انت بتحب الحاجة دي. عندك شغف في الحاجة دي. مش ما عنديش يعني تصور لان انا ممكن نقعد يعني 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 عايز اشتغل شوف ايه الجديد وتابع وتعلم يعني ليه قعد. الموضوع مش متعب. فاهم ربنا رزقنا بشغلانا مش زي ناس كتير بيتعبوا اكتر مننا. صح. في ناس بتشيل توب وبيتعبوا اكتر منك بكتير. انت ممكن مجهود ذهني. متعب اه بس برضو اسهل شوية من حاجات من حاجات كتير يعني ربنا العام علينا بمهنة كويسة. ممكن تكون قاعد على مكتب في تكييف. ممكن لو شفت وظيفة تانية ساعات هتحس فعلا ان انت كده مفيش تعب. ما تتعبش. صح. انت ما جربتش كل حاجة. بالزبط. ازاي اكون مميز اه في سوق عمل. يعني دلوقتي زي ما انت عارف الناس كتيرة بدأت فعلا تتعلم برمجة وبدأت تخش للمجال. فازاي الواحد يبرز و و ويبقى معروف او ان هو يبقى مميز بحيس ان يجي له شغل اكتر او حاجات زي كده. طيب هو احنا مش هنقول العوامل اللي تخليه مميز. احنا هنعكس الاي. هنقول الحاجات اللي بتبعده عن التميز. كويس جدا. الحاجات فيش واحد حاجات كده لو توفرت موجودة فيك فمش هتروح ناحية التميز ولا هتشمه يعني. خلص. زي ايه? اولا ان الفهلوة. اوكي. من حياتنا كلها لازم نشيلها. مش بس من المجال. الفهلوة في مجالكو بتبقى عاملة ازاي? كتير. ليها يعني ليها ليها مسيرة كتير جدا. اه سيبني بس في المجال شهرين وهتلاقينا عملك اللي انت عايزه. طب انت لسه مش شفتش المجال. لسه مش شفتش اللي هتشتغل عليها. لا انا افوت في الحديد. ازاي طيب? انت مش عارف. لا انا انا واصق. وحارف. باش واخد المجال او بشكل جيد دي يعني. مم. اوكي. فكرة اللي هو هو انا ينفع ما اتعلمش لغة كزا. مم. فكرة الاختيار ان انت تعلم المضوع بمزاجك ان انا اختار اتعلم ايه وتعلمش ايه. فكرة ان فيه مش عاجبك. يعني يعني انا عندي ستاك اوف تكنولوجيس وانا فيه واحدة مش عاجباني. مم. لأ اصلا انا مش عاجبني دي. مفيش مش عاجبني. عصلا مش لبس. دي تكنولوجي بتكون المهارات اللي عندك عشان تشتغل في مجال وتبقى مميز فيه. فكرة ان انت تحط الفلوس رقم واحد. زي ما اتفقنا. مم. حط الفلوس رقم واحد فتخليك تنسى ان انت بتدي للعلم الوقت اللي هو يحتاجه. مم. لأ انا شهرين ولازم. انا انا متفق معك جدا في الموضوع ده. وعلى فكرة اي حد بيبقى حاطة اه الفلوس رقم واحد نفسه ما بيبقاش طويل. بيمال بسرعة. لان ده ده مش اسرع طريق للفلوس. طبعا. انت دي حاجة المفروض بتتعلم وتتدرب وتتمرن لحد ما تصل للمستوى كافي ان حد يدي لك فلوس مقابل شغل انت هتعمله. بالزبط. يعني ما تشيلش الفلوس من من حزبانك ولكن ما تكونش يا نمبر واحد. لا لا انا مش انا شغال عشان الفلوس بس هي فين? مكانها فين? يعني اصلا لو انت بتدور على الفلوس فانت لازم تزبر. ولازم تتعلم. بالزبط. بالزبط. كل معلومة هتتعلمها هتزود الفاليو بتاعتك. برافو. صح. انت بتستثمر في نفسك. كل انت بتستثمر في نفسك. برافو عليك. كل حاجة انت هتتعلمها بتطور منك فبتطور بتاعك. انا دلوقتي اخري اتعلمت اتش تيميل و سي اس اس. يوم ما ربي ان يكرمني بشغل ودي صعبة جدا لان لسا ما دخلتش في اللغات تانية. مم. زي الجاواسكريبت والتولز اللي في المجال. اخرك يوم ما يكون يعني الوالدة ده عيالك تحط سعر بتاعتك بخمسة دولار. هو ده مستواك. دي بتاعتك. لكن انا اتعلمت اتش تيميل و سي اس 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 و جاواسكريبت. وتعلمت التولز وفريمورك في المجال بتاعي. في الفرونت انت. امتك عليك. ودست في حاجات زيادة جدا في المجال. اتعلمت. وتعلمت حاجات تقيلة جدا. مستحيل بعد التعب ده كله. اروح احط الساعة بتاعتي بخمسة دولار. صحيح. هحط الساعة بتاعتي بخمسين. ام. عشان انا مميز في مجالي وتعلمت الحاجات دي وبعدت عن الفهل هوا وبعدت عن فكرة ان انا نقي التكنولوجي اللي بحبها واسيب اللي مش عجباني. عشان الناس اللي هي رخمة. هي رخمة يعني ايه هي رخمة. صبر على التعلم. بالزبط. اوكي. فانت اللي بتحدد بتاعتك قديه. يعني عشان تبقى مميز لازم تستسمر في نفسك بشكل شبه يومي. طبعا. لازم تتعلم. وتنسى كلمة خلصت. مفيش خلصت. مفيش خلصت. لو انت النهاردة قفلت بتاع لغة معينة بعد يومين هتلاقي حاجة نزلة جدا. دايما تابع التحديثات والتطورات اللي بتحصل. بالزبط. ممتاز. اه ايه المواقع اللي انت بتفضلها من حيث التعلم المقالات ودايما بتقضي وقت عليه. طيب هو انا مش شغال على موقع معين هو في نشرات بريدية. في مواقع بتعمل. اه. اه. كزا موقع يعني ممكن مسلا تكتب ومسلا او حاجة ازا كده في البحث. هيجيب لك مواقع كتير جدا مجرد ما بتحط ايميلك فيها. بيجيب لك اشهر المقالات الموجودة في المجال ده. كل مقال في موقع غير التاني. ممكن تلاقي موقع زي البشمانس احمد ابو زيد كاتب فيه مقال واحد بس. يجيب لك المقال ده لانه تابع بتاعك. مم. لكن الموقع نفسه ما فيهوش مقالات تفيدك. فهو بينقي لك كده من كل حتة حاجة ويديك نشر ربريدية محترمة فيها الجديد. احنا احنا هنستنى منك تبعت لنا الرابط بتاع احل الاماكن دي. كتير. بحس ان تبنشاركو مع الناس برضي. كتير. في موقع تانية او عايز تحطه في بالك عموما اسمه بتمسك مسلا تقنية انت بتحبها. او متابعها. اوكي. انا متابع البايسون والجانجو والحاجات دي والفلاسك. فبختار دول. مم. كل فترة بيبعث لك كل ما يحدث جديد في العالم ده. بخصوص دول. بخصوص البايسون والفلاسكو. ايه اللي بيحصل جديد? الاصدار الجديد نزل. فيه فريمورك معين. فيه تحديس. فيه تريكس. فيه توتوريال. يجيب لك. مم. بيجيب لك بيتابع معاك الستاك بتاعك اللي انت متابعه. ممتاز. وتقدر تحط فيه جميع التقنيات اللي موجودة فيه. هنصيبه طبعا في تحت الفيديو. طيب. اه هل انت بتشج اه بتفضل العمل اه في شركة? ولا اونلاين كفريلانس. احنا ممكن نقول مميزاتهم معيوب. وهم كل انسان بيشوف المناسب ليه منهم. اوكي. ففي الاخر هقول بالنسبالي. يعني انا بعض اللي عنيته والشغل اللي قابلته دايما مليان مشاكل فبقيه تفضل ان انا اشتغل فريلانس. تشبعت من الشركات. اه تشبعت من خوازيق مظبوط. لو ده اصدق اه تمام يعني. فعلا فعلا. لا يداية لله. اه حتى في المجال ده? الخوازيق دي مالوش علاقة بمجالات. دي حاجة من الحاجات الموجودة في الحياة. لازم نقابلها. خد بالك الخوازيق هلو تخليك قوي. الخزوق اللي ما بيخزوا اكش بيقويك. صح. مظبوط. تعروف ايه. دي حكمة جديدة لازم تكتف الدسكريبشن. شوف اه. اضحك اضحك الغريب اضحك. العمل في شركة كويس. في مميزات. اه لو اتكلمنا عن انها شركة كويسة. ما فيهاش مشاكل. الكونسبت بتاع العمل في شركة نفسه كويس. فيها مميزات مش هتلاقيها في عالم. مرتب ثابت. انا بتكلم من ناحية ان الشركة تاخد مرتبك في معاده وما عندكش ناس بتضيقك. ما فيش مدير مخه على قده. اللي هو شركة كويسة. العمل في شركة مرتب ثابت. عارف التزاماتي هاخد فلوسي انت عشان اعمل بيها المطلوب مني واسرتي والحاجات اللي انا المفروض اشتريها. مم. بتتعامل مع تيم مش مختصرة او مش موجودة عندك انت بس في ناس بتشارك معاهم. لشيء كويس جدا. ده حاجة مش هتعرف تخدها لوحدك. مم. يعني انت بتلاقي معاك تيم بتتبادل الخبرات يوميا. لكن صعب تتبادل الخبرات مع نفسك. مم. شحيح. الشركة بيحصل فيها تنافس. بتلاقي دايما الناس عايزة تبقى اقوى من الناس التانية فبتطورك معاهم. لكن لما كون انت المتنافس الوحيد في بيتك مش هتنافس نفسك. بفعلا ما بتحسش بالحاجة انك تتعلم او تزوق نفسك لقدام لان ما فيش آآ تقيم نفسك من خلاله يعني. ممتاز. بالزبط انت المدير آآ جيل باش معانس غريب عمل حاجة جامدة عجبت المدير خاد مكافأة بتبدأ تحس ان انت عايز تعمل زيه. مم. لكن انت في البيت مفيش حد بنفسك عشان يخليك تطور مستويك. بتطور بس التطور الطبيعي. مفيش حاجة تخليك تجري. مش حاجة تخليك عايز تبقى احسن منه. مفيش منافسة. طبعا احنا بنتكلم هنا الجانب الحسن من الموضوع. بالزبط. اللي هو مش فكرة ان انت تحقد على الناس وتقول ده ده احسن مني ده خلق اليادي. منافسة الشريفة. تخدها دافع ليك انك تتطور وتحسن من نفسك يعني. انا شفت احمد خادر موظف المسيلي. انا نفسي الشهر الجاي بقى زيه. صحيح. هبدأ ان انا فعلا اذاكر بطريقة مختلفة. ازود عدد الساعات عشان. منافسة على فكرة من اكتر الحاجات اللي بتشجع الواحدة. جدا. جدا. والشخص اللي هو بيتخيل انه واكمد واحد مفيش حد اعلى منه ده اكتر شخص فاشل مش بيتعلم. مم. لازم تعرف ان انت التيم بيزود لك. صحيح. لازم تعرف وتفهم ان هتلاقي ناس احسن منك. في التيم معاك او هتتعلم منهم. فكرة انا جامد ومفيش مني اعرف ان انت لو عندك الموضوع ده تعرف ان انت فعلا ما بتفهمش حاجة. اه محتاج تراجع نفسك. بالزبط. اه. ما بتفهمش حاجة لقصودها مش غبي. ما بتفهمش حاجة ان لسه ما جالكش العلم اللي يخليك تقول انا جامد. صح. هو ما فيش حد يجامد بيقول له على نفسه انا جامد. لأ فيه بيقولوا انا ازاي انا هدخل تيم ده انا هدخل علمهم. ها. لازم اي مكان تروحوا وتتعلم منه. لو ما تعلمتش من الجانب التقني هتتعلم من جانب الخاص بالحياة والانسان والسيكولوجية بتاعة البشر والحاجة. هتتعلم هتتعلم. هتطلع بمعلومات لازم. لازم اي مكان يزود لك. فحياة الشركة بتطلع منها بفايدة. جدا جدا. التعامل مع الاشخاص في فايدة. بتطلع بفايدة. ممكن الفايدة ممكن الازمة بتاعهم يعلمك حاجة. في الحقيقة يا عمد. بالزبط. صح. انا متفق جدا. الفريلانس مستو انه هو صاحب القرار. مش محتاجة ارجع لمدير اديره فكرة جمدة يرفضها. في ناس بتشارك معايا في القرار. دي اوقات بتكون مشكلة. انا مسلا اختار حاجة معينة انا عارف ان هي الاصلح بحكم خبرتي. ممكن ما تقدرش تعمل ده في الشرك. مم. الفلوس ممكن تزيد وممكن تنقص. ممكن يجيلي اكتر من الفلوس بتيجي من الشرك. وممكن ما يجيليش نص الفلوس اللي هي بتجيلي. ما فيش حاجة ثابتة في عالم الفريلانس. بالزبط. فمشكلة لو انا مرتبط بالتزامات ايجار مصاريف اولاد مدارس انت مش عارف هيجيلك كامل. صح. وممكن تضطر ان انت تشتغل كتير جدا اكتر من الوقت العادي اللي كنت امساست مع النفس علينا انا اشتغلو في الشركة. فهنا في مميزات وهنا في مميزات. انت تشوف دي ايه ودي ايه وتشوف المناسب ليك. بالزبط وفي ناس بتربط الاتنين مع بعض. بيشتغل في الشركة. وبالليل بيشتغل في الشركة. عشان يقدر يتابع يعني مشاكل الحياة والفلوس المطلوبة منه ايه. طيب. اه في سؤال مهم وهو هل الشهادة هتفرق معي لما اجي اقدم في شركة? يعني ان انا نكون خريق كمبيوتر ساينز او حاسبات او نظم او ايا كان. او يعني عشان برضو حضرتك خريق معهد خدمة اجتماعية وواحد من اشهر اشهر مش بقى البروجرامرز ايه معلمي البرمجة يعني. انا حاول اصدقها. ام شاول لا لا انت قناتك ان شاء الله معاديا ربعمية الف وعمل تلاتين كورس. مش عارفها برضو. لا لا انت متخيل تلاتين مش تلاتين فيديو تلاتين كورس في حاجات مختلفة فم شاء الله يعني ايه? ربنا يعني بارك لك. ربنا يعزك. يعني هحاول اصدقك وايه? هخليك انت تجاوب على السؤال. هخليك تجاوب عليه بعد ما اسألك على كام حاجة. طب. انا مدير الشركة. مم. جيت لي انت عشان تشتغل في الشركة. انا مش هتكلم عن جامعة تحديدا ولا نظم ولا هندسة ولا حسابات. مش هتكلم عن جامعة تحديدا ايه هي? انا هتكلم عن جامعة مختصة بالكمبيوتر بصفعة. مم. وهتكلم عن واحد تاني خريق تجارة. مم. انتو الاتنين قدمتوا في الشركة. وانا عشان اقيم الشخص وقدر اشغاله معي. بعمل له بسأله في المجال. وبيكون في حاجة اسمها كود. مم. فبديلك عشان تعملها. بعد كده اقدر اشوف من الكود بتاعك انت عملتها ازاي? وبعدين بيكون في حاجة اسمها زي كده بتبدأ تشرح فيه الكود عملته ازاي عشان نتأكد ان انت اللي عامله مش حد عمله لك وكده. كويس. والاتنين اتحطوا في نفس يعني. طيب. هل هيفرق معي انت خريج ايه? اكتر? ولا انت عملت المطلوبة منك ولا لأ? بالنسبة لنا اهم حاجة انك تعمل الوظيفة على اكمل وقت. طيب. هنعمل كم سيناريو كده وبردو انت هتختار معي. هنفترض جدلا مش دي الحقيقة. انه الشخص اللي مش خريج كمبيوتر عمل التاسك على اكمل وجه وكليين كود وحاجة محترمة وفي وقت قليل جدا. هو اللي شغله. تمام كده? طيب لو الشخص اللي عمل كده هو الشخص خريج حاسبات. هتشغله. هاخد بتاع حاسبات. بس. يبقى المقياس هنا الشهادة ولا والوقت والشغل اللي شخص اعمله. بالنسبة لي لا والوظيفة. هي دي الاجابة بتاعت السؤال. طيب. مش هندخل في جدل بتاع مين احسن من والكلام ده كله. في انا مش هتكلم في الموضوع. ولا انت هتكلم في الموضوع. هنطلع احنا من الموضوع خلص. في واحدة عملت لقاء اه يعني في تد. هم. في تد مش في تدكس. هم. واحدة من التوب تين اتش ار في العالم. والفيديو ان شاء الله هجيبه وابعته لك تحطه في الديسكريبشن عشان الناس تشوفه. توب تين اتش ار في العالم. يعني واحدة ليها مقامها. تمام? اتكلمت عن ان الناس كاي بتعمل لهم اه بتجيبهم عشان يشتغلوه. قايت ان اقوى ناس قبلتهم ما كانوش خرجين كليات تقنية. هم. ده مش كلامي. قبل ما تحاول تكرهني ده مش كلامي. مش انا اللي قلت كده. هي ليه قالت كده? هي عندها منطق. بتقول بيه كلام ده. هل ده كلام يشجعك ان انت بدخلش الكليا دي? لأ طبعا ده اكبر غلط. اكبر غلط واكتر كرار غبي ممكن تاخده في حياتك ان يكون قدامك تدخل كلية ما كليات المحترمة دي وتدخلهش. واكبر تاني كرار للجماعة تانين برضو غبي ممكن تاخده في حياتك ان تتخيل ان انت لو مش في الكليا دي ممكن تضيع. لأ. ده غلط وده غلط. قالت ان الناس اللي بعيدا عن الكليات دي بيبقوا حاسين بخطر. وبيتعلم اكتر من الشخص المرتاح اللي في الكليا دي. اللي عارف ان ده مجاله. وهيطلع منه اصلا دامن وواصق في نفسه ودارس بتاع البرمجة وعارف ان ده مجاله اصلا ودارسه في الجامعة والحياة زي الفل. متطمن. ده شخص متطمن. الشخص التاني ده في خطر. مش متطمن. الخطر ده بيخليه يتحرك لدرجة وممكن في مرة تخليه يسبق الشخص المتطمن ده. ده الكلام اللي هي قالته وده المنطق وده الناس قفولها عالكلام ده. وده كلام منطقي وبيحصل. واكتر ناس قلقتهم في حياتي ما كانش ما كنتش عارف هم خالجين ايه وكانوا جمدين جدا في المجال. كلام آآ كلام عظيم صراحة. فنيجل تاني لمعنى الكلام عشان محدش يحاول يفهمه بمزاجه. هو خلينا خلينا انا اتكلم عن النقطة دي. تفضل. وابنعتذر طبعا للسادة المشاهدين عن صوت التزييق اللي يمكن يكون طالع عندكم هنزيت الكراسي ان شاء الله. بش موالس وساما ربنا يا بارك له هو انسان حيي. آآ زي ما قلنا لكم كده من اكتر الناس ضوقا صراحة يعني الواحد قبلهم في حياته. فهو مش عايز آآ الناس خريجي الكليات ديات يتدايقهم او يزعلهم. او فكرة انه اي حد يخش المجال او حاجة زي كده. فهو دايما حريص على حاجة زي ري. يعني حتى في قصة كان حكيها لنا. وكتبت بترجعه صراحة انه يحكيها لنا في البودكاست لانها ملهمة جدا. آآ عن صديق ليه دخل مجال وهو بعيد آآ كل البعد. فاليتها باش مهندس تحكي لنا القصة دي. طيب احنا هنقول القصة بس برضو في كان حاجة برضو قبلها. آآ كنت دايما اسمح حد من الكليات دي يقول آآ مش اي حد يشاف كورسين على الانترنت يتكارن بيه. بعيدا عن العنصرية اللي في الجملة دي. بس هي فيها شوية منطق. هو فعلا ما يفعش حد يشاف كورسين تلاتة عليه تيو بيتكارن بيك. بس طب افرد واحد يعني انا هعتبر ان انت الشخص ده وجوابني. افرد واحد درس نفس المنهج بتاعك. بس برك كلية. هنا الموضوع يختلف. نو. خلاص كده. يبقى انت مش مشكلتك في عدد الكورسات. انت مشكلتك في انه برك كلية. ولا مشكلتك في انه ما درس نفس منهجك. يا اخي البرجراميج بتعلم المنطق قومي. يعني والله صح. انا درست نفس منهجك. وبمزاجي. اه. مش حاجة مفروضة عليا. وفي كوز وفي ميت ترم وفي الحاجة. بمزاجي عارف يعني ايه بمزاجي يعني مستمتع بها. اه. بعكس ان انا كان عندي مواد في الدراسة مش عجباني. مواد ما لهاش علاقة يعني مفيش كومون سينس. فانا مش عايزة درسها. وانا مفيش حد يعمل بيكارنك بحد. هو انت اللي حاطت نفسك في المقارنة. اه. انا بقى حطيت المنهج بتاعك قدامي ودرسته. مم. كده بقى في فرق بنا. لا. خلص يبقى الكلية ما لهاش علاقة بالموضوع. احنا احنا برضو بنكرر احنا اه لا نسفه من قيمة الناس اللي بتخش الكليات. نهائي. ولكن بنقول للناس اللي مش معاش هادة. اتس اوكي. لو انت اتعلمت. اتس اوكي. هتشترك. في حاجة بقى اجمل برضو. ما هو لازم برضو تشكر في اللي معاشها هادة. ان انت بقى لو انت اصلا خريجي الكلية دي. وفي نفس الوقت جامد. انت جامد جدا. صح. بقيت جامد جدا. يعني الشهادة في الحالة دي بتبقى بلاس بالنسبة لك. بالزبط. بالزبط. وبردو لازم نكون محايدين. انا اضع مني وظيفة. بضعف مرتبي. عشان شهادة. ضعف مرتبي. مش زيادة الف ريال. ولا الفين ريال. ضعف مرتبي. بسبب الشهادة. السيستم ما كانش بيقبل شهادة غير شهادات الكمبيوتر ساينز. هو دلوقت الكلام ده اتغير. اتغير. بس انا ضعت مني. مم. كان في فرصة. مم. فجالي توصية من من واحد في مكتب الوزير. ان ان عدي والسيستم ما عداش الموضوع. السيستم بيتعامل مع شهادة. البيروكراطية. فالشهادة هتتبعت للشركة برا. ويوفقوا عليك ويعملو لك العقد بتاعك. مم. الراجل انا بعمله شغل فريلانز وهو معجب بالشغل. والموضوع منتهي. بس السيستم ما عدكش. فالشهادة تقدر تاخدها اكتر قرار غبي تعمله ان انت تبعد عنها. تاخدها. تكمل. ما تقولش فيه واحد سابق كلية وجامد. انت مش عندك نفس ظروفه. برافو. ممكن ما تبقاش جامد زيه. برافو. انت مش فالتة. هو فالتة. انت ظروفك مختلفة. طيب انت ربنا يعني اه اراد ليك ان انت تبعد عن عن الكلية ما عرفتش تدخلها. اتس اوكي. حتكمل. وما فيش مشكلة خالص. واي حد هيحبتك هتقدر تدرس اللي هو بتدرسه. مفيش مناهج برايفت. كل حاجة متاحة. صح. فالموضوع هنا ممتح. نيجي للقصة اللي اتكلمنا عليها. ايوة انا مستنى القصة دي من زمان. اه اه الموضوع بتقاس. ما الموضوع جي كده وتقاس بمهارة الشخص. انت ممكن تروح للشركة زي امازون طوله ما انا عندي مهارات فضيعة وخمسة الاف لغة حية ولغة ميتة ودرست في في الامر كورسات. كل ده مش حاجة. اوكي. والتستنج والتشالنج هو اللي هيبين انت مين ومعك ايه. فالافضل بدل ما تلغي وتقول انا معي ايه? تعمل وتورين. يعني بيقولوا دايما تسمع الاجانب اللي هم بتخنقوا مع بعض يقولوا don't speak too much. show me your code. show me don't tell me. او. اشوف الكود. انا الكود هيعرفني انت مين. مش محتاج تحكي. طيب اه بالنسبة لتفاصيل القصة سريعا كده عشان المهندس بسوى برضو زي يقول. انا 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 اتخلوك عليك سلعان. هو ببساطة كان فيه شخص جاي معنا في الشوق. اوكي. ومطلوب ان هو يشتغل مع التيم. ومش عارفين الرنك بتاعه هيكون ايه عادي هيشتغل مع التيم مش team leader ورا حاجة. ام. وكان فيه مفروض يتعامل معاه interview. والاسف ما كانش فيه حد فاضي يعمل معاه interview. فكان فيه query معينة بتجيب البيانات في فترة طويلة جدا تصل خمسة واربعين ثانية. من data base معينة في موقع معينة. اوه فيها حوالي تسعة مليون او عشرة مليون record يعني كان حاجة جدا وفظيعة يعني. اه ده مش طبيعة طبعا. وبالمناسبة كان فيه فريق لل data base اصلا موجودة. فريق. مم. فما فيش حد يعمل معاه interview فالمدير جات له فكرة كده علم طب ما تخلو الشخص ده يبص بص على كويري. كويري لو كود. اه. استعلام بيتم على ال data base عشان يعمل للبيانات من ال data base. ولا ما ما شافوش ما اه ما يعرفوش اسمه بالكامل لسه. يعني مش عارفين اسم الشخص بالكامل لسه. شخص جاي كده يقدم على الوظيفة. فالشخص دخل عمل لل data base وعمل للكويري وخلى الاستعلام يرجع البيانات في ثانية ونص. من خمسة واربعين ثانية لثانية ونص. وقال لهم ان دي حاجة كده انا لسه لما اععد قاعدة هخليها يعني اقل من ثانية. واو. لما اععد اشتغل بقى فيها انا مش باشتغل دلوقتي انا بتاست كده. مم. فطبعا الشخص تاني يمكن نكلميه الشركة عشان تعمله عقد. مم. الموضوع انتهى. ما هتعمل معاه interview ليه. اه هو انا شفت شغله. شفت عمل حاجة بتاع داتا بيس ما عملهاش. طبعا بعد فترة اكتشفت وبدون زعل وبدون يعني حد يتأثر ان هو خريج سنوي سنوية. ان شاء الله. تحية تحية كبيرة قوي قوي لهذا الشخص والله. حاليا ان هو ووصل ان هو بيبني اللي كله ماشي عليه وبيعمل الشغل حلو جدا وانسان عاب قريف مجال. شيء رائع. ما لهاش علاقة بقى. شيء رائع والله. ما لهاش علاقة بقى هو اتخرج منين ولا حاجة. وهرجع تاني واقول هو لو فلتة ما تحاولش تمشي زيه. مش دي القعدة يا جدعان. يعني مش دي القعدة. ولكن هي بتبين ان فيه امكانية لحاجة زي كده. بالزبط. بس. طيب سؤال على السريع كده برضو الناس المتخصصين ايه افضل برنامج اكتب عليه كود. اه حسب اللغة. مم. لو يعني عموما اللغات او التكنولوجي بتاعت ما جاء الفرونت اند برنامج الفيجول ستوديو كود عظمه. مم. عظمه فعلا جدا الاضافات اللي فيه رائع جدا انتدفل بيه كل حاجة عموما. لو يعني عايز تتوغل في في بتاع الباك اند في بايسون مسلا ده جميل جدا تحفة. مم. الفيجول ستوديو كود تقدر تكتب بيه كود بايسون ومش هيقصل معيك وزي الفل. فيش مشكلة فيه خالص. الستاك بيفرق. يعني على حسب انت تشتغل لغة ايه. وجربوا لي رايحك كمل فيه. بس زبط مسلا لما باقي اشتغل فيه حاجة عظيمة جدا جدا جدا. مم. من شركة جيد برينز. مم. ولو انت عندك ايميل طالب ايميل على اي جامعة تقدر تاخد بتاع البرامج بتاعتهم كلها لمدة سنة. وبعد سنة تجدده وتجدده من غير ما تدفع اي حاجة. ممتاز والله. طيب اه هو في حاجة يعني اه سؤال بيجي لكتير خاصة في تصوير الفيديو وانتاج المحتوى وجالي مؤخرا بعد ما عملت فيديو لان انا عملت كود بينزل فيديوهات اه من على يوتيوب باستخدام لغة بايثون. وهو هل ينفع اكتب كود اه على على التليفون بتاعي? يعني انزل اي اه تكست ايدتر واكتب كود على التليفون بتاعي. ولو انا هكتب على اه لابتوب مسلا او كمبيوتر هل يحتاج كمبيوتر قوي علشان اقدر اعمل موضوع ده? طيب الجزء الاول والسؤال طبعا هو ينفع. فيه كتير جدا وفيه كمان على الموبايل. مم. الدي اي هو حاجة زي كده بس فيها شوية امكانيات اعلى. اه هو اختصار يعني اديتر في شوية حاجات كبه تفيدك اه في البرمجة. بيهيليت الفنكشنز والكلاسز والستيتمينتز واليساعدك في الحاجات يعني. فيه ممكن تلاقي فيه بترفع بين الملفات. الفكرة كلها انه مش عمل ان انت تتعلم على المقبر. صحيح. لو انت مقبر في جيش او في حتة ما فيهاش جهاز ده شيء كويس. احسن يعني احسن بكتير. اشتغل بالمتاح. بالزبط. احسن بكتير من ان انت تبعد عنه. مم. يعني احسن من ما فيش. مم. لكن موجود في البيت يفضل جدا. كمبيوتر. ان انت تجيب كمبيوتر. فيه حاجات مستعملة. ممكن توصل جهاز كله بالشاشة ممكن يوصل لتمدوميت جنيه والف جنيه. حاجات كانت ماشي حالك بيها احسن من الموبايل. الكودينج مش بيحتاج جهاز قوي قوي. خالص. الحاجات اللي فيها يعني الحاجات اللي تعمل بلد المشاريع الكبيرة. والحاجات هي دي اللي محتاجة الجهاز عالي قوي. حاليا الامكانيات الموجودة دلوقتي اللي هي حتى بقت قديمة شوية. والحاجات اللي قبلها هيقوم شاغل كودينج بشكل كويس جدا. هيقوم بالواجب يعني مش يعني مش هيأثر معاك في حاجة. صحيح. هي الفكرة اللي ممكن تعمل معاك مشكلة هي وجود مسلا انه الجهاز يكون فيه بتاعه قديم. اه ما فيش مشكلة معنا. اهلا وسهلا انا عارشي عندنا ايه. عندي واحدة منا في بيت. برضو بيت. اه. اه. ايه زريفة مش زي يعني. فالاوبريتنج سيستم نفسه اللي ممكن الجهاز ما يستحملش جديد زي الواندوستين مسلا. اه. هنا هتقابلك مشكلة. سطب لينكس. اه. مسلا اوكي. لكن في عالم الويندوز فيه حاجات مش هتشتغل. اه. ممكن برمجيات معاينة هتفيدك في ميلاكك مش هتشتغل. مش عشان الهاردوير عشان سوفتوير. اه. فهتضطر تجيب جهاز جديد برامات اعلى مسلا عشان يشتعمل الويندوستين يشتغل. صحيح. ممتاز. طيب يا باش مهاندس عندنا سؤال مهم جدا. وهو ازاي احافظ على حماسي? وانا بتعلم البرمجة خاصة زي ما حضرتك بتقول ان الموضوع هياخد اه وقت طويل شوية او محتاج منك صبر وصبر على التعلم. فازاي احافظ على حماسي ده? طيب هو يعني عكس موضوع الحماس هو انت مش مطلوب ان انت تكون عندك حماس دايما يعني. مم. عادي جدا ان يجي لك ملل في النص وتعمل حاجة كده مختلفة هواية من هواياتك. تفصل كده شوية عن المجال وترجع تكمل عادي. تفصل دي اللي هي يوم مش تفصل. اه شهر. فترة تفصل اللي هو تبعد عنه ست شهور يعني. اه. هو الموضوع كله مرتبط بهدف. يكون عندك هدف. اوكي. انا عندي حلم ان انا اشتغل في شركة معينة. مم. ده هدف. انا عندي حلم ان انا اكسب اول الف جنيه في حياتي. ده هدف. مم. لو انت بتتعلم من غير هدف مستحيل ان ان انت يكون عندك حماس ومستحيل اصلا تكمل. صح. يعني في حكمة بتقول يعني ازا لم تكن تعرف اين تذهب فكل الطرق تؤدي الى هناك. ده انت مش عارف راح فين. صح جدا. ففي انت مش عارف راح فين. فاي حتة هتروحها هتوسلك. مش هتفرق. لكن انا اه عندي هدف. ما عنديش هدف انت بتتعلم ليه طيب. هتيجي عند لحظة كده عند اول حاجة تتعيبك او تخليك تمل. مش هتكمل. صح. مفيش حاجة توقفك تقولك تنى. انت مفروض تكمل عشان هتكسب كزا. صح. فالهدف ده اهم حاجة. اي ان كان ايه هو? يعني اه حقيقي اه الموضوع ده بشكل شخصي يعني فرق معي لما لما فعلا كنت بتعلم بايثون وهو ان انا ابا حب اللغة وكل حاجة وحابب بس الحب لوحده مش كفاية. انت محتاج سبب اقوى يخليك اه تستحمل الرخامة يخليك تصبر على التعلم. بالزبط. اه فلاقيت ان السبب القوي بالنسبة له هي انها عايزة تساعدني في. حالي. ان انا في في حاجات كتيرة جدا ممكن تاخد مني ساعات علشان بعمل نفس الفعل. اه الف مرة. فانا اه لا لا لو كده لا فيه كود ممكن يعمل لك الموضوع ده. فانا عايزي بقى عند القدرة ديت بحيس انها تسهل علي اه الموضوع. فابحث عن السبب. بالزبط. ابحث عن سبب قوي انت علشانه بتعمل الحاجة دي. سواء بتتعلم برمجة سواء بتعلم اي حاجة سواء بتعلم انجليزي. حتى لو مش قوي. في سبب. مم. وجود السبب بيخليك تكمل. لكن انا انا عمال البرمجة ممتعة. اي حد في الدنيا ما فيش حد هيمل منها لو فهمها. مم. لكن انت وانت بتستمتع انت مش عارف انت راح فين. مم. عامل زي واحد عمال يقولك تعالى معايا مشوار وعمال يقولك نكت ويدحكك. وانت مش عارف انت راح فين. لكن لما اتعرفني راح فين انا هتبسط. هبقى هبقى ماشي على بصيرة. يعني مش هبقى على عماية. عارف ان راح فين فانا بتعلمها عشان اعمل برنامج بسيط. صح. ده برضو هدف على فكرة مش لازم يكون هدف كبير. بالزبط. طيب ايه هي الحاجات اللي انت عملتها غلط في طريقك? سواء في الشغل او في التعلم? وازاي تغلبت عليها? وازاي? يعني عم بحيس انك ان الناس تستفيد من التجربة ده عشان تتغنبها يعني. طيب هو في التعليم. انا عملت حاجات غلط في التعليم في القناة. في سلبيات في القناة كانت بسبب بعض الناس. حاجات كتير جدا عملتها غلط. دخلت في مجالات مش بتاعتي. دخلت في مجالات هتجربها عاد فيها كتير. انا قلت في الاول في اول البودكاست ان انت بفوت تجرب كزا حاجة شانت عرف الشغب بتاعك فيه. بس انت نمت في التجربة. طويلش اهو عشان ما تتسحبش. يعني فيش حاجة سنة انا هجرب المجال ده خمستاشر سنة واشوف كويس ولا لأ. اللي هو بعد ما تخلص هتموت اصلا. فما ينفعش. اجرب اسمها اجرب. زي بيقول لك انا هدوق حتة من الاكل وحواكي للحلة كلها. اه يعني صباح محشي بس الحلة فكده انت مدوقتش على فكرة انت كده خلصت على الاكل. اه. فاجرب يعني اجرب شهر اتنين. دي تجربة. انا طولت شوية في التجربة. اه. اعدت في فترة وانا عارف انه المجال ده ملوش شغل في مصر. ملوش شغل اصلا دلوقتي. فما بقى لك ساعتها. ما كانش فيه الموبايل والكلام ده. كان يعني فما فيش. فعارف مية في المية ان انا بيتعلم مجال ملوش شغل. ملوش فعلا شغل. فانت ممكن تبص بص صريع على المجالات او تختبرهم لمدة محددة. بحس انك تعرف ازا كنت هتماشي فيه الاخر او لا يعني. بالضبط. وحتى المساري اللي اختارته جوه المسار نفسه غلط برضو نفس الغلطة. جوه المسار. مم. بدل ما امسك في تقنية معينة اعمل بيها بقيت اقول طب ده في لغة. لقيت في حاجة اسمها خاص بالجيمينج. اروح اتعلم فيه شوية. بعدين ادخل على حاجة تاني بتعمل جيمينج اجرب فيها شوية. يعني حتى انت غلط غلطة وجوه الغلطة عملت غلط نفس الغلطة تاني. التشتت. التشتت. اللي هو امسك حاجة ومشي فيها على قد ما تقدر للاخر. بالزبط. ما تتشتتش كتير لان انت كده بتضيع وقتك وطقطك وفي نهاية المطاف ممكن ما يكونش فيه اه محصلة نهائية لها معناية. بالزبط. ممتاز. فانت ضيعت سنين في مجال مش بتاعك وجوه المجال مش عايز تطلع منه عشان تشوف حاجة تانية. في بالنسبة للقناة الحاجات اللي برضو عملت مشاكل او انا غلط فيها ان بقيت بامشي ورا كلام الناس. اشرح الكورس ده. فاسيب ده وادخل في ده. مم. مستحيل ترضي الناس كلها ومستحيل تمشي ورا طلبات الناس. مم. يعني في ناس بتطلب حاجات اه مانيش علاقة بيها اصلا. لو فدلت امشي ورا كل واحد مفيش كورس هاي خاص. فدي كانت الغلطة والحمد لله على اكتاب دلوقتي وبقيت ماشي في طريقي واكمل مصاري وما فيش حاجة اسمها همشي وراه. حاجة جانبية بعيدة عن المصاري. ممتاز. اه طيب بمناسبة القناة ان شاء الله عملت تلاتين كورس على اليوتيوب مجانا. في حين ان انت لو عملت تلاتين كورس دول على ويبسايد والناس عارفة اه قد انت متمكن من الحاجتين انت بتشرحها وابتغطى الموضوع بشكل شامل. ليه مفكرش مسلا انك تعمل كورسات دي مدفوعة? وحتى يكون العائد بتاعها مئات اضعاف العائد بتاع يوتيوب. شوف هو الموضوع بدأ انا كنت عايش في السعودية وكان الدخل على قد حالي يعني مش مش جامد. كان مغطي مصاريف الواحد. اه بصراحة اول حاجة ما الجانية عملتها في حياتي حسيت بتوفيق ربنا فيه. وحسيت من جوايا كده من غير ما اجرب انه الحاجة دي لو كانت اتعاملت بفلوس ما كانتش هتفيدني كده. مم. فحسيت بتوفيق ربنا مش مش حاجة مش حد حكالي انا حسيت بيه. مم. حسيتها محد بيدعي لك فعلا حياتك عمالت تتغير. في حاجات انا كنت اصلا لو حكيت لي عليها كنتقول لك ده خيال علمي مستحيل يحصل. مم. يعني حاجات تقول لي هو انت مش مفيش في مرة في يوم هتعمل كزا كزا. يقول لك انت خيال علمي اللي بتقوله ده خيال علمي. حاجات يعني في حياتي. الحاجات اتعاملت اكتر من اللي انا كنت وتخيله. مم. فكان يجي واحد يقول لي انت لو حدت السبع ولا ست سنين دول. بتتعلم لوحدك وما بتفيدش الناس كان ممكن تشتغل في شركة زي جوجل او الشركات دي. مم. طبعا مش عايش تغل في شركة زي دي. ليه تخيلت ان ده حلمي? انا حلمي اشتغل في اي شركة وكون مرتاح نفسين فيه. على فكرة مش شرط تكون شركة عالمية. مم. انا حلمي اشتغل في شركة في القاهرة جنبي بس يكون مرتاح فيه. ليه تخيلت ان ده دايما احسن حلم ممكن راعدي يوصل له. في حاجات الناس فهميها غلط. في مكالات كتير لو قارتها يعني كتبتها بس في جوجل في البحث. why I left google. تفرج على قصص الناس. في في ناس كتير فعلا فيديوهات بتتطلع عليه. اتفرج على قصص الناس اللي سابوا جوجل سابوها ليه? اتفرج على الناس بتحكي على السادية والحاجات اللي بتحصل مع الموظفين في امازون والشركات دي. اه مش دايما ده اكبر حلم ليك. وبرضو في واحد عنده اكبر حاجة او حلم ليه عايزه هو الفلوس. طب انا ممكن يكونش عندي الحلم ده انا عندي حلم ان انا مرتاح نفسيا في شغل. في واحد تاني عنده حلم ان هو يتطور نفسه جدا في المجال. فممكن يتدرب في شركة هي بتدي فلوس وهو يتدرب فيها مجانا. عشان هو حلمه يبقى جامد في المجال. في واحد تاني الفلوس في المقام الاول. ولا يفرق معي الروحة النفسية ان شاء الله تدربوني بسكينة كل يوم. بس انا عايز فلوس. فكل واحد ليه الحاجة اللي هو محتاجها. فما كانش حلمي اللي هو بيقوله. قلت له يعني انا اشتغل في جوجل ولا انا اعمل كورسوات تخلي الناس تدعي لك والسلالة اللي بعديها كلها تدعي لك. دي ولا دي. والله بش مهندس يعني ربنا يكعله في ميزان حسناية الكمية الناس اللي انت علمتهم واشتغل ومفتحوا بيوت وحياتهم بايت. لأ عشان يجي زي اك بصراحة. يعني. يعني انا بيعلم الناس طول. يعني حاجة حاجة. لكن انت انت بتعلم الناس مهنة. فعلا. انا ممكن الاقي واحد في منطقة بيتعلم القناة. انت ممكن تلاقي اسرة كاملة بتتعلم منك. اسرة اب وام وولادهم بيتعلموا اللي انجليز منك. يا ربنا اي بقى مش هعرف اعلق عليك والله. والله ما فيها والله ما فيها اي مدارس. انا مش عايز احكي لك المدارس بيحصل فيها ايه. اه. مش عايز احكي لك عن اطفال. المدارس بيقول لام الطفل ان انت ليه ما حفزتوشي الكلمة قبل ما ييجي. طيب انت وظيفتك ايه. لو انت وظيفتك ايه. عشان الواد ما يجيش يتعبني. مش عايز اقول لك لما اسرة كاملة تبقى عاملة سبسكرايب ليك وبتتفرك. اسرة كاملة. فصدقني ده ما فيهاش مدام له الله. اللهي برك لك انت تعلمتها. سؤال سريع كده. اه هو اول لغة برمجة بي اتش بي. بي اتش بي. وكمان بي اتش بي مش لغة برمجة. هي سكريبتينج لانجوج. طيب اه سؤال اخير وسؤال مهم وهو ايه هدية للناس اللي اتفرجوا على البودكاست للاخر. انا متأكد ان فيه ناس كتيرة جدا ان شاء الله. اه ممكن استنتج السؤال يعني. هتتفرج على على البودكاست ده للاخر. ان شاء الله. وده لاني ان شاء الله يعني محبينك كتير. ربنا يعزك. اه انا عايزة ابدأ. ايه المصار اللي همشي فيه? مش شرط اه تقول المصار لحد النهاية ولكن البداية. طيب هو اه فيه مصار هنقوله وبعد كده هنقول هو مناسب لمين? هوش مناسب لمين? يعني هنقول الاول المصار بعد كده نصنف النوعين من الناس اللي هتعاملوا مع المصار. انت لازم تتعلم قبل اي حاجة اساسيات البرمجة. ما فيش هنا لغات. اتعلم اساسيات البرمجة. يعني ايه لوب? يعني ايه فانكشن? يعني ايه الكونديشن? والكونترول فلو? صناعة القرار? الحاجات اللي هي العامة بعيدة معين لغة ايه اللي انت تتعامل معي. فعلشان حد يعلمك الكونسبت ده بيختاروا لغة من لغات الشاملة. اللغة اللي هي فيها كل حاجة ممكن تتعامل مع مسلا تقدر تتعامل مع الهاردوير بتاع الكمبيوتر تقدر ان انت يكون فيه شمولية في انواع البيانات اللي في اللغة عشان تغطي لك كل حاجة تفهمك الكونسبت ده. واللغات اللي زي دي اللي فيها الشمولية الرهيبة دي ممكن تبقى لغة زي سي بلاس بلاس. ممكن تبقى لغة زي الجافا. ممكن البايسون تبدأ بيها ازا ستارت لانجوج. حلوة وسهلة وجميلة. وفيها برضو شمولية. دي اللغة اللي بتبدأ تتعلم بيها اساسيات البرمجة. بعد كافي حاجات انت اساسية محتاجة تتعلمها مهمة جدا. الالجوريزم طبعا. الاساسيات التفكير والاستراتيجي اللي بتتعامل بيها مع الكود والكلام ده كله. طبعا هيكل البيانات. كل الحاجات دي دي اساسيات في البرمجة عموما قبل ما تدخل في كارير معين. ممتاز. في حاجة زي وفي حاجة زي من الحاجات اللي بتفهمك مكونات اللغة. اللغة دي اتعاملت ازاي? كل حاجة في اللغة. يعرفك بتاع كل حاجة في اللغة. في البايسون مسلا عندك متغير. لما تيجي واحد يعلمك لغة بايسون بتقوله انا عملت متغير اسمه كزا والفاليو بتاعته اسمها كزا. لو تعلمت هتفهم ان في حاجة اسمها اللي بينشئ المتغير ده. وبينشئ نوعه والقيوم بتاعته والكلام ده كل. هيفهمك اللغة مبنية ازاي اصلا. وطبعا التعامل مع الديتابيس مهمة جدا. دي اساسيات عامة. مش خاصة بمجال معين. يعني دي بسم الله الرحمن الرحيم انا عايز اخش المجال البرمجة اعرف دول وبعدين امشي في اي مصاري انت عايزه. بالزبط دي اساسيات. في منهج زي ده محترم جدا. اه دايما بقول خمسين. مش عالك ليت بربوتهم. دايما اول خمسين فلما اجا اقول انجليز اقول. على وزن خمسين. اه. فالمنهج ده اه كانوا بيعلموك المنهج بدايات برضو في عالم. انتاز بصراحة. بس كانوا يعلموك على لغة. مم. حاليا عاملوا سويتش للبيسون. صح اه اخر نسخة في العالم كده. هو منهج كويس جدا وهينولك الدنيا جدا. فهمك حاجات كتيرة ظريفة. وفي منهج كتير عفاكرة زيه. مش هو بس. مم. بس هو منهج كده خفيف. في منهج زيه بس تقيلة شوية. مم. يعني بتخاطب شوية الناس بتوقع الكمبيتر ساينز. هو بصراحة ديفيد ده مخفيف وانرجيتك ومتحمس. يعني انا بحس ان انا متحمس اوه بيتكلم. انا ممكن يقول لك. هو ظريف. هو ظريف وطريته حال. ديفيد جميل. نيجي بقى لنوعية الناس. اوكي. في نوعين من الناس. واحد عايز تعلم صح. مم. عايز يتأسس صح. يعني ما عندوش مشكلة في الوقت. مم. يعني واحد تقدر تقول له انا هخليك تتأسس صح بس محتاج منك سنتين. قل لك انا عادي الصح. هيدخل اي لغة برمجة. مم. ومغمض. مم. هيتعلمها. بسهولة شديدة. كل حاجة هيشوفها في اللغة هيكون مرت عليها قبل كده. داخل اللغة زي البي اتش بي. زي البيسون. هو درس كل ده. درس الفانكشن واللوب والكونديشن. وكل حاجة درسها. هيشوف بتاع اللغة. الخبايا الدنيا بتمشي ازاي ويه? ده ايام بيه اللي هو عايزه. صحيح. طيب فيه نوع من الناس ما عندوش السنتين دول. مم. هل ده صح? لا مش صح. بس هو ما عندوش. مفيش خيار تاني. فنقول له لأ. ولا ممكن نعدل نعمل شوية على المسار. وهو في حال يا لأ يا طب هو مش نافع معاه لأ هو عايز يشتغل في المجال ده. هو جايز يكون جامد. مم. الناس اللي من النوع ده اللي هو بيدور على انه يشتغل بعد سات شهور او سنة بيدخل على طول في اللغة من اللغات الباك اند زي البي اتش بي مسلا او بايسون. بيدخل دايريكت يتعلم اللغة. فبيتعلم اتش تيميل و سي اس اس و بيتش بي. وبيدخل يعمل تطبيق عملي ويبدأ يعمل اول ويتعلم وكلام ده كل. وبتمشي معاه الحياة. في حاجات كتير بتكون صعبة عليه لانه هو اول مرة يحتك بيها. متاسسش كويس. بالزبط. متاسس دي يعني هم ما سمعش عن الحاجة دي قبل كد. مم. اول مرة تيجي تشرح له فنكشن. هم ما يعرفش يعني ايه فنكشن. ما شرحت لهش في لغة. ولا في كونس بتحطر. فالموضوع بيبقى صعب عليه بس هو ممكن يكون استيعابه عايفة بيفهمه. ممكن نفس الشخص ده بعد فترة يبدأ يتعلم الالجوريزم والديتا ستركشور والديزاين باترن ويتعمك في الابجكتوريانتد وهياخد نفس بتاع الشخص التاني. هم. بس هيكون عنده فرصة شوية انه شغال. طيب لو سأل تاني مين فيهم صح? الشخص اللي هيقعد يتأسس الاول. هو ده الصح. ده منطقي فقط. لانه هيكسب وقت. صح. الشخص ده بيجرب حظه وهيتعلم الحاجة دي بعد كده هيبدأ هيشتغل برضه وان شاء الله ربنا هيكرمه. بس على حسب بقى استيعاب وعمل ازاي وكده. فالمصار الصحيح معروف. لكن مش كل الناس بتقدر تمشي في المصار ده. مستعد المتاز. ان شاء الله. والله يا اباش مهندس يعني انت ما تدخللش انا مدى ساعتي بهذا البودكاست الرائع. انا هزيف الله. وبشخصك الجميل الكريم. وباجاباتك المنطقية. لا 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 والله ربنا يبارك لك يا اخي ويخلف عليك الخير. اه اللي انت بتعمله شيء اكثر من رائح. طيب اخر فكرة بقى اللي هي فكرة القووت. فمحتاجين منك تقول لنا قووت سريع كده او مقولة او ايا كان حاجة انت بتؤمن بها وشايف انها اه حاجة مهمة اينا. اه دي محتاجة شوية تفكير. لا يعني اللي يجي على ادماغي حتى لو مش كلام اه منمك يعني ايا مقولة او اه. هو في سطر كده اجنبي بسمعه دايما بيقوله كلمة بسيطة او جملة بسيطة بس لو وراها شرح يطول. مم. بحبها جدا. خطط كويس وفكر كويس قبل ما. فكر مرتين. مم. مش مرة واحدة. مم. وهتكتب مرة واحدة بعدها كده. في يناس تدخل تكتب الكود دايريكت. تجيله الفكرة يلا يمدي ايده ويكتب. مفيش. مم. ما بيخطرش هيعمل الحاجة دي ازاي. هيستخدم ايه هيكتبها ازاي. التفكير ده بيوفر عليك كتير جدا في كتاب الكود. وبيوفر عليك ان بعد فترة طويلة تروح تعمل ده كله تاني. وتروح تعيد حاجات هتاخد منك وقت اكتر من وقت المشروع. مم. هكنت فكرت فيها من اول يوم كنت هتعملها بسرعة. ومش هتحتاج للريفاكتورينج وللحاجات دي. في مقولة جميلة جدا بيقول لو انت اخطأت او فشلت في التخطيط فانت اه بتخطط للفشل. نحب نشكر اه البشموندس اسامة الزيرو. اه يعني على الحلقة الجميلة والاجابات الاكثر من رائعة والخبرة اللي شاركها معنا. والبشموندس اسامة عنده تشانل يعني غني عن التعريف الزيرو ويبسكول وكل السوشيال ميديا بتاعته ان شاء الله انسيبها لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو. يعني يعني مش قوي يعني بس كويس يعني. طب متواضع والله. الحمد لله. وشكرا على حسن الاستماع والمشاهدة ونلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. ازاك الله. السلام عليكم.